نضم إلينا من تونس المحلل السياسي دكتور خالد عبيد دكتور مساء الخير أهلا بك بداية الرئيس قيس سعيد يتحدث عن تصحيح ثوري تصحيح لمسار الثورة في مقابل الاتهامات بالانقلاب هل هناك تفسيرات أو قراءات لما حدث اليوم في تونس مساء الخير هو فعلا بالنسبة لرئيس الجمهورية وأنصار رئيس الجمهورية سيعتبرون أو يعتبرون ما تم القيم به هو تصحيح لمسار ثوري ومن البديه أن حزب حركة النهضة وكل من يساند حركة النهضة سيعتبر ما حدث انقلابا نحن الآن وكأننا نعيش نوعا من سيناريو يشبه نوعا ما أقول نوعا ما يشبه السيناريو المصري في 2013 عندما كان هناك رغبة شعبية عارمة في مصر من أجل إنهاء حكم الإخوان المسلمين في مصر ثم فيما بعد قام الجيش المصري بتقلد زمام الحكم ونعرف ماذا حدث فيما بعد نحن الآن ليس ذات السيناريو بل لدينا رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للجيش للقوات المسلحة في تونس هو الذي قرر أن يأخذ الأمور بزمامها وذلك اعتمادا على تفسيره وتأويله للفصل الثمانين من الدستور الذي ربما سنرجع إليه فيما بعد وقرر هذه القرارات التي سبق أن استمعنا إليها وهذا بالذات سيكون له تداعيات وارتدادات كبيرة على الواقع التونسي هنا الآن في تونس نحن نعرف أن كم الصخط الكبير نعم دكتور لو سمحت فقط قبل الحديث عن تداعيات هناك قرارات البعض سيصفها بأنها انقلاب فكيف تسمي أنه الرئيس يستأثر بالسلطة التشريعية السلطة التنفيذية وحتى النيابة العامة فعلا هذا ما أردت قوله هنا في تونس هناك صخط كبير ونقمة كبيرة لدى جزء كبير من التونسيين تجاه حركة النهضة الذين يحملونها مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في تونس على جميع المستويات ورئيس الجمهورية يدرك ذلك جيدا وهو طيلة هذه الفترة التي حكمها كان دائما يهدد ويتوعد إلى درجة أن ظن الكثير بأنه ليس لديه إلا التهديدات اللفظية فقط ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يذهب إلى الفعل الآن ذهب إلى الفعل اعتمادا على ماذا اعتمادا على الفصل الثمانين أو تفسيره للفصل الثمانين من الدستور والذي ينص على أنه بعد أن يتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان فأنه بإمكانها أن يتخذ قرارات استثنائية وذلك في حصورة ما إذا هناك خطر داهم على الدولة بالنسبة لرئيس الجمهورية يعتبر أن الخطر الداهم هو موجود فعلا باعتبار أن الدولة التونسية إن تواصل الأمر على ما هو عليه الآن فإنها قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي ولذلك عليه أن يتحمل مسؤولياته وفق الفصل 72 من الدستور هذا أولا وثانيا والأهم هو أنه في هذا الفصل الثمانين قال التشاورة هل أنه تشاور فعلا مع رئيس الحكومة الذي عزله هل تشاور فعلا مع رئيس البرلمان الذي قرر تجميد أعمالها أم لا هذه الأسئلة التي تطرح ولا نعرف ما هي أجوبتها ربما في قادم الساعة هذا أولا وثانيا والأهم أنه أرى تقام بتأويل ليس ملزما بأخذ ربما ما يقولونه لهم فقط المشاورة أو الاستشارة نعم هو دستوريا يستشيرهم لكنه عندما يستشيرهم ليس عندما يقرر ليس ملزما بأخذ رأيه أو هو ملزم أو هو ملزم بأخذ قراراتهم لكنه هو أول الدستور من ناحية أخرى وهي أن البرلمان التونسي البرلمان بالنسبة لفصل الثمانين عندما يتخذ الرئيس قرارات استثنائية وتدبير استثنائية يجب أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم وبما أنه يعتبر المشكلة هي في البرلمان وبما أنه لا يريد أن يظر وكأنه انقلب على الشرعية الدستورية وعلى الدستور فقد قرر تجميد أعماله دون أن يعلن حله لأنه غير ممكن ذلك وفق الفصل الثمانين من الدستور فحافظ عليه وفي نفس الوقت التدبير الاستثنائية التي تخذها فيما يخص رئيس الحكومة وفيما يخص أيضا تسلمه للنيابة العمومية فإن الفصل الثمانين من الدستور يخول له ذلك وفق ما يسمى هذه التدبير الاستثنائية ولذلك هو ادخذها وأولى أو إن شاءنا تقام بنوع من الحركة الرياضية نوع ما فيه مخص مسألة البرلمان نعم دكتور قيس سعيد يتحدث عما بعد هذه القرارات وأن هذه القرارات ما هي إلا بداية في المقابل يتحدث أيضا عن نقطة أشار إليها منع إراقة الدماء من سيطلق رصاصة سنطلق عليه وابلا من الرصاص أي إشارات يمكن أن نفهمها من حديث قيس سعيد في هذا الخصوص هذا واضح جدا في اعتقادي أنه يقصد حركة النهضة وأنصار حركة النهضة لأن الرئيس الجمهورية يدرك بأن حركة النهضة هي حركة غير عادية وليست حزبا سياسيا فقط بل هي حزبا لديه مرجعية كبيرة لسلاوات وعقود ثالث وسبق لحركة النهضة أن حملت السلاح في وجه الدولة التونسية في الثمانينات من القرن العشرين سواء في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أو في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بل وصل الأمر حتى أنه حاولت أن تنقلب عسكريا على الرئيس الحبيب بورقيبة في نوفوبر ثمانية وسبعة وثمانين وحاولت أن تقوم بانقلاب على الرئيس السابق بن علي لا أعتقد أن حركة النهضة ستسكت حسب معرفتي بها لا أعتقد أنها ستسكت الآن ستحاول أن تمتص هذه القرارات وتدرسها جيدا ولكن سيكون لها ردفعل ربما سيكون لها ردفعل من خلال الدعوة إلى مظاهرات سلمية وتجمعات جماهيرية سلمية من أجل المطالبة بمحافظة على الشرعية الدستورية والرفض الإنقلاب ومن هنا نفهم لماذا ذكرت لك سيدي في البداية بأننا ربما سيكون لدينا سيناريو يشبه نوعا ما السيناريو المصري في سنة 2013 والتونس قادمة على العديد والعديد من التطورات التي نرجو أن لا تكون دراماتيكية شكرا جزيلا لك دكتور خالد دابيد المحلل السياسي حدثتنا من تونس شكرا جزيلا